أكدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة تطوير أعمال لجنة العفو الرئاسي لتعمل في إطار تنظمي وبشكل أكبر تترك الصالون السياسي والذي عقدته التنسقية إلى العديد من الملفات وعلى رأسها البواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي ودمج وتأهيل المفرج عنهم وغيرها من الملفات السياسية السالون كان يتناول قضية أساسة لجنة العفو الرئاسي لجنة لعبة دور كبير جداً الفترة اللي فاتت والآن فيه تفكير في مستقبل هذا الدور يمكن أهم المحاور كانت متعلقة بيقال تفرقة بين فكرة الاستمرارية وفكرة المأساسة اللجنة بحاجة إلى مأساسة بحاجة إلى قدرات أكبر كمان عشان تقدرتهم بالدور المأمون منها التكامل كمان ما بين اللجنة وما بين مؤسسات الدولة المعنية سواء المؤسسات المستقلة زي المجلس القومي نحو الإنسان أو المؤسسات البرلمانية المتمثلة في لجان حوال الإنسان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أعتقد إحنا بنشوف أن الأسرع في تحقيق العدالة في التوقيت الحالي هيكون من خلال لجنة العفو الرئاسي ومن خلال زيادة وتوسيع صلاحياتها وتوسيع الاختصاصات الممنوحة ليها ومجالات عملها وده مش هيكون إلا من إطار عمل مؤسسي داخل اللجنة من خلال مقر دائم لعملها من خلال أمانة فنية لعملها للعمل بتاعها من خلال لجان منبسقة منها قانونية واقتصادية واجتماعية وده علشان نوصل لأكبر قدر من العدالة لأهلين والمواطنين في شتى ربوع الجمهورية اليوم كانت قضية من القضاء المهمة المطروحة في الحوار الوطني وهي حول عمل لجنة العفو الرئاسي ومأسسة عمل اللجنة والعمل على أن تتحول اللجنة إلى لجنة لها صلاحيات أوسعة وتعمل في شكل مؤسسي يكون لها إطار أكثر تنظيما وترحت أراء متعددة في هذا الأمر كان هناك رأي أنه لجنة العفو لأنه هناك صلاحيات كبيرة أصبحت لها وهي بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات فلابد أن تتحول إلى مؤسسة دائمة متعلقة بالعفو الرئاسي وأيضا هناك وجهة نظر كانت بتقول أنه اللجنة جاءت في ظرف السسنائي وتؤدي مهمتها ثم ينتهي الأمر لكن خلصنا إلى مجنوعة من التوصيات في هذا الأمر يمكن أهمها أنه اللجنة نتيجة لتوسع أعمالها بفضل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كان هناك اقتراح ومبادرة لأن تتحول لجنة العفو اللي هدور بعد العفو الرئاسي بإعادة دمج وتأهيل الشباب الذين يتم إخلاء سبيلهم أو العفو عنهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر